بدأت عشائر دينكا نقوك في السودان استفتاء اليوم بشأن تبعية منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ومن المقرر أن يشارك في عملية الاستفتاء التي ستجرى على مدى ثلاثة أيام نحو مائة ألف شخص من قبيلة الدينكا نقوك الموالية لجنوب السودان دون مشاركة أبناء قبيلة المسيرية الموالين للشمال من جهتها قللت الخرطوم من شأن الاستفتاء وصفة إياه بالعبثي وبأنه خارج عن الأطر القانونية المنصوص عليها في الاتفاقات مع الجنوب فيما حملت المعارضة السودانية حكومتي البلدين مسؤولية الفشل في تسوية الأزمة وحذرت من اندلاع حرب جديدة يدفع ثمنها شعباء المنطقة